وعايدين نتكلم كمان عن أدب التاريخي والحقيقة أنه زي ما حررتك تكلمت وتكلمنا مع بعض في البيت الحلقة عن التوثيق وعن أهم الأحداث اللي بتحصل على مستوى السبع سنين أو الثمان سنين اللي فاتوا من مشاريع من إنجازات من نجاحات كمان مهم أن احنا نهتم بالأدب التاريخي لأنه تاريخنا مليء بالقصص مليء بالإنجازات مليء بالحضرات فنحتاجين إيه في الأدب التاريخي عشان نقدر نجزي بالقارئ أكتر لمجهة نظرك في عشرين تلاتة وعشرين طبعا هو يعني اللعب مع التاريخ كما بيقوله في الناحية الأدبية موضوع خطير محتاج محتاج إنك إنت تتعامل معاه بمسؤولية تلوقتي فيه أنواع مختلفة يعني فيه فروع مختلفة تيبزل شكل الكتب اللي بتصدر في ده يعني فيه رواية تاريخية أنا أنا ممكن أجيب شخصية تمام والشخصية دي أعيد قراءة سرتها تمام من خلال شكل أدبي وفيه حاجات بتبقى من خلال التاريخ يعني أنا لحظة معينة مثلا يعني أهم فيلم سينمائي صدر السنة دي نزل في دور العرض كان كيرا والجن كيرا والجن هو كان أهم فيلم السنة دي في مصر هو الأعلى إرادات بالضبط ده هو مستدعي الظرف التاريخي هو عمل الحكاية حتى لو كان كمان الحكاية ليها أصل تاريخي أو ما كانش ليه حتى أصل تاريخ خالص عادي بس ده عالم سري أنا رحت سنة 1919 ورحت شفت بدايات القرن العشرين في مصر تمام ومن خلال ده عملت بقى السياق التاريخي وفيه ناس كتير جدا بتعمل كده فيه حاجات لطيفة اتعملت جدا من خلال استدعاء الظرف التاريخي إن أنا أروح أقف في لحظة معينة في مصاري الأحداث ووصفها أنا عن نفسي شخصيا الكتاب اللي أنا اشتغلت عليه اللي كان فيه شغل خلال السنة دي وبتالي هو مرتبط برضو بشخصية بشخصية مهمة الظرف التاريخي بتاعها خلاها تتقاطع مع أحداث في الخمسينات والستينات والسبعينات تمام والثمانينات في مصر وحضر تحولات مهمة وكان شاهد على أحداث كتير فهو ده الرواية وأنا على فكرة شايف أنه ده هيحصل أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله أنا بشكر حريطك أستاذ مصطفى على وجودك معنا النهاردة والحقيقة أنه كان سنة جميلة على الوسط الثقافي والوسط الأدبي ومليئة بالأحداث المهمة زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا أنا بشكرك على وجودك معنا وكل سنة وحضرتك طيب شكرا فهم وحضرتك طيب وحضرتك طيب وبخير دايما يا رب